مدخش على الأهل كان عنده إصابة فيه أو مرض بنزلة معوية الحمد لله تشافى وتعافى ورجع النهاردة التمرين لكن الدكتور أحمد جاب الله اكتفى أن عمر يلعب بعض التدريبات في الجيم ويدخل التدريبات الجماعية مع الفريق بعد مباراة الغد إن شاء الله ده بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد بالنسبة لعمر السلية السلية بعد مزال الورم اللي حواليه السمانة اللي كانت أصيب بيها في التدريبات قبل مباراة بيرامدز الأخيرة الأشعة ترانين أثبتت إصابته بشد في عضلة السمانة الدكتور أحمد جاب الله أيضا وضع له برنامج تاهيلي في الجيم وهيواصل تدريباته العلاجية للإصابة من هذه إصابة شد من الدرجة التانية إصابة غلسة السمانة دي بينما أحمد عبدالقادر جناح الفريق ثبت إصابته أيضا بجزع في الرباط الخارجي للرجبة كان أصيب بيه في المران أول أمس وخضع لفحص طبي وأشعة ترانين على الرجبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للعب أسبوع بيعدي من غير إصابات غريبة ربنا عبدي على خير وطبعا ميستر كولر اختار القيمة ودخل دخل طبعا محمود عبد المنعم كهربا بيرجع للقيمة استمرار برضو وجود بيرستاو محمد هاني موجود في القيمة خالد عفتاح كريم فؤاد يعني كل العناصر اللي شاركت في المباراة الأخيرة واللي تعود غياب عمر كمال عبد الواحد وأيضا تعود غياب عبد القادر وعمر السلية كل العناصر الأساسية وكل النجوم الفريق جاهزين زي ما انتم شايفين في المران التدريبات البدنية وقادي قاله ديانج والكورة الكبيرة تقول اللي مع ديانج دي ليه هلقادر هلقادر حاجة العضلة شوف عشان كده أستاذ غريم مهم يكون عندك سكواد فيه هذا التنوع وهذه الكفاءات المتقربة ايه انت تحدياتك كتير وقصاباتك كتير وعشان كده عايزين نلعم كل لعبتنا كل لعبتنا كل اللعيبة اللي عندنا تستحق التحية كلهم لعيبة كبار كلهم نجوم ايه ما فيش حاجة ولذلك أنا عايزين نشوف حل في كلمة استبعاد المستبعدون هم مش مستبعدون هو انت كده بتختار ناس انت مستبعدتش مش انت روح تاخد دول قلت له ممشو انت بتختار عندك تلاتين بتدخل بطمانتاشر او بعشرين اكتفي بكلمة القائمة التي ستقهد دي المباراة ايه المستبعدون اهه ليه ليه الكلمة المستفزة دي هو تصنيف تحريدي لا هو جملة بنتعود عليها يا سيد ابراهيم بتبقى لصيقة هو على فكرة بتتقال على الاهل وكل الاندية اه اه وانا بحطني نفسي ما كان اي لاعب لا يدركني التوفيق هو انا تم استبعادي ليه اه لا انت اختارت ناس للمباراة مش استبعدتين استبعدتين لما تكون برا الفريق برا تدريب ده اللي استبعاد لكن اننا موجود وفي اي لحظة طب ما هو خالد عبدال عبدالفتاح دخل في اخر لحظة انت متوقع عزاك كلام دخل في اخر لحظة وكان من نجوم من وراء كان مؤثر عشان كده بيقول خلينا لعبتنا كلها تستحق الدعم وتستحق التأييد ناس رجالة ناس بيحبوا نديهم بيحبوا بعض دي اهم نقطة فلاش نصنف احنا سيبها الاخوان اللي بيحاولوا يغرسوا لنا اي حاجة تانية ولكن خلينا احنا مدركين لحمة واحدة فريق جماهير اعضاء اعلام لحمة واحدة طيب انت بدايئك قوي المقارنة بين اللعبة ما حبش ان انا اه يعني اه ممكن اشيد بحد من ولادي يعمل العمل جيد على مستوى شخصي بس مش دروه خارنه يعني مش هو يعني مش لما يعمل حاجة كويسة اقوله مش مش زي اخوك ايه لازمتها دي والحمد الله ان انا قلتلك اعمل المشوار ده ده كله كلام ملوش خلي بالك العالم كله استاذ براهيم دلوقتي ضد التنمر الناس واخدى بالا ان التنمر ده الشتيمة بس التنمر ممكن يبقى التنمر يعني تجاهل مشاعر الاخرين باي كلام سلبي او ايجابي وانت تستحق مستني مني كلمة حلوة مقولها لكش او اتعمد مقولها لكش وده تنمر خلينا من جبير الخواطر وخصوصا لما يكون كلنا نستحق ان يجبر خطرنا بنقدل علينا هذا الفريق قدم علي كله مستحق المساندة والاحترام والتقدير هذا جيل يدخل التاريخ يا شبابنا يا جميل ده كلام مهم جدا لجيل فعلا على اعتاب تاريخ كبير في النادي الاهلي لكن المطلوب من لعبة الاهلي الفترة الجاية اول شي مزيد من التركيز لانه كل لعب هياخد فرصة عنده فرصة انه يدافع عن وجوده وعنده فرصة لاثبات كفاءته وجدرته في انه هيكون موجود في فريق النادي الاهلي احنا اشارنا دلوقتي اللعب زي خلد عفتاح كان البعض بيعتقد انه بر الصورة ومستبعد ومشوخة فرص أساسية لما استدعي فجأة للمشاركة الاساسية في مباراة كبيرة زي مباراة بيرامدز كان واحد من اهم اللاعبين المؤسسين في المعب هو ثالثة وربع ماتش على الفكر الموجود في الصورة فبالتالي هي دي الفكرة انك انت كل واحد هياخد فرصته بس على اللاعب بمزيد من التركيز والحرصة على تنفيذ تعلمات المدرب حيدفع عن فرصته وعن حقه الفترة اللي جاية فترة في منتهى الاهمية والتأثير والصعوبة كمان لانه عدد المتشاط العشر اللي باقي كلها مع فرق تقيلة وكبيرة وكل فرقة فيهم عندها دوافع ان يتحقها فوز او تاخد نقطة اي فقدان لاي نقطة من الفريق يأثر كتير جدا على فرص حفاظه على درع الدوري درع الدوري السندي له اهمية خاصة جدا ولو ظروف اعتقد الكل مدركها فعشان زي ما بنقول لجمهورنا خليك بمنتهى الوعي والمساندة والدعم للفرقة بالذات في الملعب او على المنصات والسوشيال ميديا خليك ايجابي جدا في دعم الفريق ده مش وقت لتقييمات فردية ولا حديث عن مين هييمشي ومين هيقعد الحديث دلوقت عن ازاي الكل يحافظ للاهل على لقب درع الدوري ازاي الاهل يقدر يحتفظ بهذا الدرع في الجزيرة صح؟ صح انا وجهت كلام للجماهير اه عايزة وجه كلام جملة لللعيبة بس يفكروا فيها كويس مفيش مجال اطلاقا لكلمة انا ولكن احنا الفريق باختصار من الاخر كده فترة الجاية دي مفيش انا خالص في احنا وكلكم يعني تستعقوا مننا كلمة ايه انتو كلكم مفيش انت يعني عايز الجمهور مفيش انت في انتم واللعيبة مفيش انا في احنا ادي الجملتين دون بيلخصوا ما هو المطلوب اللي باذن الله لو تم باذن الله نبارك لبعض ان شاء الله برامز النهاردة كسب النصر بالاربعة وتأهل دوره 16 في كاس مصر الاهل عنده الالومونيوم يوم الجمعة في كاس مصر وبعد كده يلتقي برامز في الدوري يوم 22 يعني دور ال32 فقط في الدوري في الكاس هو اللي بيتلعب الفترة دي زمالك بروكسي برامز النصر الاهل عنده الالومونيوم يوم الجمعة ان شاء الله بعديها يتفرغ الاهل للقاء برامز يوم 22 باذن الله ده ما يخص تحيبه يوم ايه يا سيد الربي 22 اللي هو يوم بفاجئ انت بتفاجئني بالنتيجة عايز بمشي بال بفاجئ بقى سئلة عال عموما مباراة الاهل وبرامز يوم لل22 ان شاء الله لكن المهم جدا ان انت ازاي تقدر مع هذه التدخلات بين البطولات تفضل جاهز وفي التركيز ان شاء الله ده عن كرة القدر